قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الجزئية في منتهى الأهمية إن إزاي تكون الشهادة معترب بيها دوليا وإزاي يكون فيه فرصة للطلبة يشوفوا الحاجات الجديدة والمختلفة يسفروا وكمان يعني عضاء تدريس يجوننا من بره هنا قصة الحصول اللي فيش ترطات لده يعني الطالب يقدر ياخد منح دراسية يقدر يطلع في دورات تدريبية بره وكمان حتى ممكن يتكلم بيها في الداخل القطاع الخاص والشراكات والكلام ده كل المشهد ده بتعمله في إيه؟ المشهد ده موجود حضرتك يعني إن الطلبة تسافر بره وتاخد بعض من الترمات بتاعتها أو الفصول الدراسية بره في الجامعات اللي هي عاملة الشراكة مع الجامعات المصرية ويرجع مصر تاني دي حاجة جميلة جدا ونا لما سافرت ألمانيا وشفت الطلبة اللي سافروا ألمانيا علشان يقضوا جزء من الساعات بتاعتهم هناك كانت التجربة تجربة جميلة جدا بالنسبة لي لأن الطلبة لما عاشوا بره هما ما خدوش علم فقط هما خدوا علم وحياة في وقت واحد وده شيء في غاية الأمية بتساعد جدا على تنمية الشخصية بتاعت الطالب نفسه بيبقى فيه اختيار بقى للطالب اللي هيحصة الطالب بيختار وهم هنا في مصر بيقيموا الطلبة اللي يسافروا مين والطلبة اللي ما يسافروش مين وقاء الزفر في هذه الحالة مفيد للغاية بالنسبة لهؤلاء الطلبة بالنسبة لاستقطاب الأساتذة من الخارج احنا طبعا بنحاول نستقطب من الخارج على قدر ما نستطيع ما نريد عشان خاطر نثري العملية التعليمية وبعض الأساتذة بنستعين بيهم أونلاين على أساس انه ما يقدرش ييجي لو كان الكورس اللي حيدررسه كورس قصير أو ما إلى ذلك بمعنى آخر احنا بنبذل مجهود جامد في الموضوع عالمية التعليم بقدر الإمكان ومحاولة تطويره بالاطلاع على المدارس الخارجية في التعليم الجزء التاني أو نقطة تانية في سؤالي متعلقة انه ما يبقاش المنهج منهج نظري ان يطلع الطالب خصام في تقصصات بعينها يبقى شغال بإيده وخبرة عملية ياخدها هنا القطاع الخاص وطبيعة الشراكة ما بيننا في المحور ده طبعا حضرتك ده شيء في غاية الأهمية في الكوليات العملية بالذات فطبعا في الكوليات العملية احنا بنشترض دلوقتي ان ما فيش كلية طب تنشأ الا لما يكون معاها مستشفى التعليمي بتاعته وده شيء في غاية الأهمية كان زمان بيعتمدوا على انه هما يعني يود أولادهم يتعلموا في أحد الجامعات أو في أحد المستشفيات طبع وزارة الصحة دي ما بيكونش فيها الجدية الكافية زي ما تكون الحاجة بتاعتك فاحنا موضوع المستشفيات الجامعية اصبح بالنسبة لنا خلاص عرف واحنا لا يمكن نوافق لحد على انه يفتح مستشفى يفتح كلية طب الا لما يعمل مستشفى واللي موجودين دلوقتي واخدين مرحلة للانتهاء من هذه المستشفيات في خلال سنتين بكتير تكون مستشفياتهم كلها خلصان معظم كليات الهندسة ملحق بيها مجموعة كبيرة جدا من الورش في داخل الكليات هذه الورش بتتطور في بعض الكليات الى ان تصل الى حد مصانع صغيرة تنتج بضاعة هذه البضاعة بيتضرب فيها الطالب برضو بحيث ان الطالب لما يخرج لسوق العمل يبقى هو قريدي كان عايش التجربة نفس الكلام عادته في كليات الاعلام الاستوديوهات دلوقتي بيتموجودة في داخل الكليات والطالب بتتضرب على الاداء بتاعها في داخل كليات الاعلام في داخل كلياتها بدون ان يخرج برا كليته خالص فعملية التدريب العملي احنا بنهتم بيها جدا ولا نريد ان نثقل على الطالب بمناهج نظرية بعثة ما يكونش مواكب لها تدريب فعلي طيب انا عايز اخد رأي حدايك في حاجة برضو وننبه ليها الطلبة والأمور لان في مسألة الجامعات الجديدة وقطرتها خلت البعض يقول انا جامع وهو ولا جامع ولا في شهادة معترف بيها ولا في اي يعني بقى في سوق وصماصرة في القصة دي وكينات وهما يخلينا اقول فانا ازاي ادقى واتحقق كويس اوي في الاختيار حضرتك احنا لو اي ولي امر دخل على الصفحة بتاعة المجلس الاعلى للجامعات هنجد ان منشور عليها كل قوائم الجامعات اللي هي معترف بيها في داخل مصر او الكائنات الرسمية بمعنى صحيح سواء هذه الكائنات الرسمية كائنات حكومية او كائنات اهلية او كائنات خاصة او افرع جامعات اجنبية لان طبعا فيه ناس كتير استغلوا حكاية افرع الجامعات الاجنبية للتصويق لشيء مواش موجود والراجة ان اولياء الامور يتابعوا هذه القائمة وما فيش داعي ان انا امشي ورا حد او اسمع من حد وفي الاخر تحصل المشكلة ان هذه الشهادة لا تسوي شيء